هذا الشوط فتحت البوابات وانطلقت الجياد المنتج محليا عمر الثلاث سنوات مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الأول من علامة 1600 متر في تنافس مثير على جائز سعد بن عبدالله بن عبيد رحمه الله من أهالي ملهم واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثرى لا تبالي وشاهدوا الآن في مقدمة الجياد ويتراجع قليلا والتقدم الآن يأتي في هذه اللحظات لمصلحة متمني من الداخل وكذلك أشاهد نازها من الوسط في هذه اللحظات تتقدم وكذلك المحاولات تأتي لانبلغ من الخارج هذه اللحظة في تقدم مثير مع محمد الدهم في بداية هذا الشوط ولا زال التنافس على شدة مشاهدين الكرام متمني لعبدالله بن عبدالعزيز الموسى مع الويس موراليس في المقدمة في هذه اللحظات وتقدم في هذه اللحظة أيضا لانبلغ إلى المركز الثاني تراجع إلى المركز الثالث لنازها في هذه اللحظات مع محاولات أيضا من بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط وشاهد ليمان الآن المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط يأتي من الخلف في هذه اللحظات فيما متمني محافظا على المركز الأول المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم والانطلاق في هذه اللحظات والإيمان من الخارج يأتي الآن مشاهدين الكرام مبلغ الآن من الوسط الإيمان من الخارج مبلغ من الوسط في هذه اللحظات والإيمان المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط في هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله يصادق على الترشيحات وفعلاً إيمان هو المرشح الأقوى والفائز في هذا الشوط لشرف محمد الحريري المركز الثاني لي ينبلغ والمركز الثالث يذهب لمصر